بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام القادة الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين حيكم ورحب بكم مع أسرار القيادة النبوية أسرار القيادة النبوية هذا البرنامج نستعرض فيه علم القيادة ونطبق عليه السيرة النبوية وقد استعرضنا لكم مجموعة من النماذج سرنا بها خطوة خطوة حتى وصلنا إلى التدريب على القيادة دعوني أذكركم بسرعة بالنماذج التي استعرضناها بدأنا بالنموذج الأول وهو كيف نبحث عن القادة سميناه نموذج الاستكشاف من خلال علامات القيادة ثم انطلقنا نحو نموذج التربية القيادية واستعرضنا خمس أمور يجب التربية عليها ليكون الإنسان عنده استعداد للقيادة ونحن الآن في الحديث عن نموذج التدريب على القيادة العامة وفيه ثمن نقاط فسنستعرضها معكم في التفصيل في هذه الحلقة ان شاء الله تحدثنا عن النموذج الأول الاستكشاف تحدثنا عن نموذج الثاني التربية القيادية قبل ذلك تحدثت عن نموذج رئيسي سميته فهم القيادة من فاتته هذه النماذج ممكن يرجع إلى أرشيف قناة الرسالة وستجدون في موقعنا في قناة الرسالة على الانترنت أرشيفا فيه الحلقات التي فاتتكم أو تجدونها أيضا على قناة الرسالة موقع قناة الرسالة في اليوتيوب نستعرض مع بعض أين وصلنا في التدريب القيادي نحن في التدريب القيادي تحدثنا أن هناك ثمن أدوار رئيسية للقائد والدور الأول كان دور الوجهة وعشان ندرب على الوجهة لابد أن تكون عند القائد القدرة على تحليل المنظمات هذه سميناها الكفاءة القيادية الكمبيتنسي وسنوارسها من خلال التدريب على نموذج سميناها المؤسسية وشرحته بالتفصيل ممكن ترجعوا له في المواقع التي ذكرت الأمر الثاني في الوجهة هو القدرة على التنبؤ الاستعداد للمستقبل والتدريب هنا يكون على التخطيط الاستراتيجي وقد ضربت لكم نموذج في هذه المسألة من خلال السيرة النبوية وهو قضية الهجرة إلى الحبشة الدور الرئيسي الثاني للقائد هو دور القدوة وفيه أولاً الكفاءة القيادية لابد القائد تكون عنده قيم يؤمن بها ويمارسها وسندرب عليها من خلال التدريب على القيادة الأخلاقية أيضاً القائد الفعال لابد أن يكون قدوة في إدارته لذاته إدارته لتصرفاته إدارته لوقته إدارته لخطته وهذا يكون من خلال التدريب على خطة الحياة أو رتب حياتك وصلنا اليوم إلى الجزء الثالث وهنا نتحدث عن التغيير التغيير هذا الدور الرئيسي الثالث من أدوار القيادة وسنبدأ بالحديث عن إدارة التغيير هذه ككفاءة قيادية لابد أن تتوفر للقائد وسنمارسها من خلال التدريب على تغيير المنظمات تغيير المنظمات هناك دورات مكثفة في كيف يغير الإنسان أي منظمة يتولاها نبدأ بالحديث عن إدارة التغيير إدارة التغيير ما هو التغيير أصلاً التغيير باختصار هو عملية معرفة الواقع نحدد أين نحن اليوم وكيف ننتقل من هذا الواقع إلى المستقبل المنشود إذن إذا أحببت أن تعرفوا التغيير تعريفي للتغيير هو عملية تحديد الواقع والانتقال إلى المستقبل المنشود طبعا هذا سيشمل القدرة على تنفيذ هذا التغيير تنفيذ خطة التغيير أو الانتقال وأيضاً ونحن نمارس عملية التغيير هناك جزء رئيسي من علم التغيير أن أي عملية التغيير ستواجهها مقاومة ستكون هناك مقاومة هذه المقاومة لها علم مفصل وهناك مقاومة المقاومة شرحت هذا في برنامجي السابق اللي هو رياح التغيير فممكن أن ترجعوا إليه في موقع قناة الرسالة أو في موقع مشروع التغيير الحضاري مشروع التغيير الحضاري الذي شرحناه من خلال رياح التغيير طيب إذن من أجل أن تحقق المنظمة أهدافها لابد أن قادتها يحسن إدارة عملية التغيير في المنظمات التغيير النبوي في السيرة النبوية واضح جداً في البداية ركز على ماذا؟ ركز على إيجاد القناعات من خلال أهم شيء وهو ترسيخ العقيدة المرحلة المكية كلها كانت تقدم النموذج المنشود في قضية العقيدة والأخلاق إذا نحفظوها المرحلة المكية عقيدة وأخلاق قضية التشريعات كانت ثانوية حتى الزكاة والصيام والحجها كلها بعدين فقط الصلاة وفي آخر المرحلة المكية قبلها كان يصلوا لكن كصلاة مفروضة خمس صلوات ما جاءت إلا في الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة إذن في المرحلة المكية كان التركيز على العقيدة والتركيز على الأخلاق لما انتقلنا إلى المرحلة المدنية صار كيف نحول هذا إلى واقع من خلال تقديم نموذج مثالي في دولة إسلامية مثالية دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والتي امتدت بعد ذلك إلى الخلافاء الراشدين تغيير الذي مارسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدعوة ما كان دفعة واحدة كان أيضا متدرج بدأ صلى الله عليه وسلم بأقاربة ثم عشيرة ثم قريش ثم جزيرة العرب ثم خارج جزيرة العرب بحث عن أرض ينطلق منها لتحقيق هذا التغيير حاول في مكة ما استجابت ذهب إلى الطائف ما استجابت بدأ يبحث عن أماكن أخرى آمنة للدعوة الإسلامية ولأتباع الدولة الإسلامية بدأ صلى الله عليه وسلم لما ما استجابوا هؤلاء ما استقر على حال يبحث عن تغيير فعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل وهو يقول من يؤويني ومن ينصرني ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي كان يريد حرية التعبير كان هذا هو الأدف لا تريد أن تؤمنوا هذا أمر لكم لكن خلوا بيني وبين الناس اتركوني يبلغ رسالة ربي قضية حرية التعبير هذه قضية مقدسة وبدأ يبحث لما هؤلاء لم يستجيبوا بدأ يعرض نفسه وظاهر هذا في سؤالة للحجاج الذين كانوا يأتون إلى مكة المكرمة فيسألهم هل عند قومك من منعه ممكن تمنعوني تحموني أرسل الصحابة الكرام حددتكم كيف أرسلهم إلى الحبشة في هجرتين متتاليتين ثم الهجرة يحاول إلى الطائف ثم إلى المدينة أمر بعض الصحابة الكرام المسلمين أن يرجعوا إلى أقوامهم قالهم ما تجلسوا هنا أبو ذر لما أسلم أمر أن لا يجلسوا هنا روح يدعوا إلى قومك أبو موسى الأشعري روح يدعوا في قومك وهكذا من أجل ماذا لا تبقوا في مكة حتى لا يكدس أتباعه في مكان واحد فيه محنة وإنما كان يبحث عن مكان مختلف تحمل في سبيل التغيير الهجرة إلى خارج مكة رغم أنه يعشق مكة رغم حب الشديد لها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة وهو يغادرها التفت إليها ويقول ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك إذن المبدأ الأول هو عملية التغيير التغيير هذا يتم من خلال أن نفهم تغيير الأشخاص وتغيير المنظمات نتحدث قليلا عن تغيير المنظمات تغيير المنظمات تغيير المنظمات كلمة منظمة على فكرة تشمل دولة وزارة جمعية شركة جماعة حزب كلية مركز قرآن كل هذه نسميها منظمات تغيير المنظمات هذا يتطلب وجود برنامج واضح لازم يكون فيه الأمور التالية أولا ذكرت لكم أن التغيير افهم واقعك ما هي نقاط القوة عندك ما هي نقاط الضعف ما هي قدراتك ما هي الأزمات والمشاكل الرئيسية التي تواجهك إذن الأمر الأول توصيف الواقع كما هو بدون عواطف الأمر الثاني تحديد رؤية واضحة للمستقبل كيف سنكون بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 سنة منظمات الصغيرة تخطط 5 سنوات المتوسطة 10 سنوات الكبيرة 20 سنة إلى الأمام الدول على الأقل 20 سنة إلى الأمام إذن الأمر الأول نحدد الواقع الأمر الثاني نحدد المستقبل الى اين نريد ان نذهب ما هو وضعنا بعد 15-20 سنة والامر الثالث الخطة التي ستنقلنا من هذا الواقع الى تلك الرؤية والامر الرابع هو المقاومة من الذي سيقاومنا كيف سيقاومنا وما نسميه مقاومة المقاومة مقاومة المقاومة هذا كان الجانب الاول من التغيير تغيير منظمة دعونا نرجع الى نموذجنا مرة اخرى في نموذجنا حدثتكم ان عشان نقدر نمارس التغيير لابد ان نتدرب على تغيير المنظمات ولي كتاب في هذه المسألة والبوم اسمه منهجية تغيير المنظمات ممكن ترجعوا اليه ان شئتم العنصر الثاني هو التفكير الابتكاري قبل ان ندخل في المهارة دعونا نتكلم شوي عن التفكير الابتكاري تفكير الابتكاري هو ان افكر بطريقة مختلفة بطريقة جديدة اريد ان اعرض لكم فيلم قصير جدا قصير جدا يجعل يعني يحرك الاذهان نحو التفكير الابتكاري في هذا الفيلم الذي ساعرض عليكم هنا مجموعة من البنغوين اللي هو الطيور الثلجية هذه متعرضة لخطر كيف ستواجه هذا الخطر دعونا نرى هذا الفيلم الذي يشرح نفسه هذا الفيلم يشرح الابداع والتفكير الابتكاري وايضا يشرح فريق العمل بطريقة اخرى فاذا التفكير بطريقة مختلفة طريقة مختلفة هل هذا وجد في السيرة النبوية طبعا وجد في السيرة النبوية سأحدثكم عن هذا بعد الفاصل ان شاء الله احييكم وارحب بكم مع اسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن كيف نعد قادة تدريب على القيادة وتدريب على القيادة فيه ثمن ادوار رئيسية نحن حديثنا الان عن الدور الثالث دور التغيير حتى يمارس القائد التغيير يحتاج مجموعة من المهارات دعونا نرجع للنموذج ونذكركم بها قلنا اذا المهارة الاولى كانت مهارة التفكير الابتكاري والعفو وتفصيلنا فيها سيكون من خلال مهارة الابداع اذا حتى يمارس التغيير نحتاج تغيير المنظمات كانت هذه هي المهارة الاولى والمهارة الثانية هي الابداع ما هو الابداع فصلت عن الابداع في مجموعة من كتبي منها كتاب مبادئ الابداع مبادئ استعرضها بعد قليل معكم لكن هل مورس الابداع هل مورس هذا الامر في السيرة النبوية هذا التفكير الابتكاري طبعا وفي اكثر من مرة قبل الاسلام وبعد الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم مبدع مبدع اما قبل الاسلام فتذكرون في قصة هدم الكعبة التي جرت والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة 5 سنين قبل البعثة من هدمة الكعبة قررت قريش تعيد بناءها عادوا بناءها لما وصلوا الى الحجر الاسود يريدون ان يضعوه اختلفوا وضع الحجر الاسود شرف العرب فكل قبيلة تريد ان هي تكون صاحبة هذا الشرف باختصار قالوا نحكم اول من يظهر فاول من ظهر كان الصادق الامين والكل رضى بحكمه فجاء ما اختار قبيلة او هو وضع بنفسه وانما عمل حل ابتكاري انقذ الموقف كله فوضع ثوب الشريف على الارض ثم حمل الحجر الاسود بيديه الشريفتين ووضعها على هذا الثوب ثم جعل كل القبائل تشارك في رفع الثوب حتى وصل الى مكانه فوضعه هو بيده الشريف الشريفة في مكانه حل ابتكاري انقذ الناس من قتال كانوا قبل هذا الاتفاق وصل الامر وصل الامر الى انهم كادوا يقتتلوا جابوا الدم حطوا ايدهم فيه يقتتلوا ومن الحلول الابداعية كذلك العقاب الابتكاري العقاب الابتكاري وهذا في قصة الثلاثة الذين خلفوا ذكرها القرآن الكريم ومفصلة في السيرة النبوية وقصتها باختصار ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرر الذهاب الى غزوة تبوك كانت موقف حر وشدة وفقر فامر ما في احد يتخلف عنه فتخلف عنه اكثر من ثمانين رجل كلهم منافقين وتخلف ثلاثة من الصحابة صادقين مؤمنين لكنهم تكاسلوا واهملوا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك بدأ الناس يعتذروا اليه وجاء هؤلاء الثلاثة كل واحد يقول الصدق قالوا الصدق قالوا والله احنا تخلفنا وما كان عندنا عذر والقصة يرويها كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كعب لما قلت هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فقد صدق وامر ان ينتظر حتى ينزل امر الله فيه هو وهلال ابن اوميه ومرار ابن الربيع الثلاثة هؤلاء مسلمين مؤمنين الان ينتظرون امر الله عز وجل فجاء العقاب مبدع العقاب الابتكاري اول عقاب نزل عليهم قال هذا العقاب ممنوع احد يكلمهم او يرد عليهم تخيلوا انسان يعيش في مدينة ما في شخص يتكلم معه ثم واستمر على فكرة هذا خمسين يوم خمسين يوم تخيل حالك خمسين يوم ما في احد يكلمك اي عقاب عجيب هذا عقاب مبدع عقاب من نوع مختلف ثم جاء الامر باعتزالهم لنسائهم وبدأت محاولات لاغراءهم ملك الروم ارسل اليهم اتركوا محمد تعالوا عندي انا اكرمكم فكان هذا ايضا ابتلاء اخر ورفضوا ذلك وصبروا بعد الخمسين يوم جاء العفو من الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا الايات في القرآن الكريم بالعفو عنهم لكن الشاهد هنا العقاب هذا العجيب العقاب الابتكاري الذي لم يفعله احد هذا موقف واضح في السيرة النووية طبعا بالهام من الله عز وجل لكن هذا ابداع عقاب من نوع عجيب طيب فهذه عملية التغيير دعونا نرجع لنموذجنا الادوار الرئيسية للقائد تحدثنا عن الدور الاول وهو الوجهة تحديد الاتجاه من خلال تحليل المنظمات وندرب عليه المؤسسية والجزء الثاني من الوجهة هو التنبؤ بالمستقبل من خلال التخطيط الاستراتيجي الدور الرئيسي الثاني من ادوار القيادة وهو القدوة وذكرنا انه من خلال القيم التي يتبناها القائد ويطبقها والتدريب عليها يكون من خلال القيم الاخلاقية الدور الرئيسي الاخر للقدوة هو ادارة الذات ومن خلال التدريب على خطة الحياة او رتب حياتك ثم تحدثت قبل قليل عن الدور الرئيسي الثالث وهو دور التغيير من خلال ادارة التغيير وبالذات أن نتعلم كيف نغير المنظمات ودور الرئيسي الآخر وهو التفكير الابتكاري من خلال التدريب على علم الإبداع ممكن ترجعوا في علم الإبداع إلى كتبي أو ألبوماتي في هذه المسألة الآن أنتقل معكم إلى دور رئيسي رابع وهو دور التحفيز التحفيز هذا يتم من خلال أولا كفاءة رئيسية وهي تحليل المواقف وسنمارسها من خلال مهارة القيادة الموقفية ماذا نقصد بالموقف؟ الموقف ليس الأوضاع من حولك لا هناك مصطلح علمي اسمه موقف تعريف الموقف باختصار هو موضع شخص معين في مهمة معينة شخص معين في مهمة معينة فأحمد في إدارة المعرض غير أحمد في إدارة المجلة غير حصة أو سلوة في إدارة المعرض غير سلوة في إدارة المجلة إذن عندما يتغير الشخص يتغير الموقف وإذا نفس الشخص وتغيرت المهمة يتغير الموقف شرحت هذا في كتاب لي على شكل تطبيق عملي اسمه القيادة الموقفية القيادة الموقفية هذه نظرية تؤكد ان القائد الذي يصلح لقيادة مرحلة ما او مهمة ما حسب الظروف قد لا يصلح لظروف اخرى قد لا يصلح لمهمة اخرى او مرحلة اخرى كما ان هذه النظرية تشدد على ان القائد يجب ان يقود الناس حسب امكاناتهم حسب شخصياتهم حسب كل شخص المهمة يعني انا لما اقود احمد في ادارة المعرض غير لما ادور نفس الشخص احمد وهو يدير المجلة فاذا سيختلف تختلف ادارة القائد للناس حسب الموقف الموقف هو شخص في مهمة اذا لكل مقام مقال كما يقولون فالقائد الفعال وفقا لهذه النظرية يجب ان يشكل نفسه حسب الذين امامه حسب الطاقات حسب القدرات حسب المهام ويوجهها نحو الهدف حتى نمارس وابسط لكم هذه النظرية وهي من افضل النظريات القيادية على فكرة هناك دوران رئيسيان للقائد هما توجيه الاتباع اي اعطاهم تعليمات انا كقائد لما امارس القيادة سامارس توجيه يعني اعطاء تعليمات افعل ولا تفعل ومن خلال التشجيع يعني تشجيع الاتباع تحفيزهم على اداء الاعمال بانفسهم رفع ثقتهم بنفسهم اعطاهم صلاحيات مشاركتهم في القرار الاستماع لهم اذا نحفظوها القائد يمارس التوجيه والتشجيع التوجيه يعني اعطاء تعليمات والتشجيع يعني تحفيزهم داخليا اذا الان دعونا نفهم كيف نطبق القيادة الموقفية من خلال نموذج اعددته لكم يتعلق بالاتباع كيف نتعامل معهم ساقسم الاتباع حسب القيادة الموقفية او النظرية تقسمهم الى الكفاءة والحماس نقصد بالكفاءة ما مدى كفاءة هذا الشخص في هذه المهمة قد يكون احمد في ادارة المعرض ممتاز لكن احمد في ادارة المجلة ضعيف فاذا انا لن اقيس الشخص بشكل عام اقول ضعيف ولا جيد ساقول ضعيف او جيد حسب المهمة لامامه وكذلك المعيار الثاني هو الحماس الحماس وفي قضية الحماس ما مدى حماس هذا الشخص لاداء هذه المهمة بناء على هذا التقسيم لازم القائد يختار طريقة التوجيه اذا في حسب القيادة الموقفية نحن لا نقود كل الناس بطريقة واحدة ساقودهم حسب النمط الذي هم فيه هذه الانماط الاربعة وسأعطيكم تطبيقات عليها من السيرة النبوية وبعضها تطبيقات جديدة جدا ان شاء الله بعد الفاصل بيدي اهلا بكم ومرحبا مع اسرار القيادة النبوية ونحن نتعلم علم القيادة صارت بنا الامور حتى وصلنا الى كيف ندرب القادة حتى ادرب القادة سادربهم على ادوار القيادة ماذا يفعل القائد القائد يفعل ثمان امور اذا سادربهم على هذه الثمانية امور حددتكم ان الدور الاول للقائد هو الوجهة ان يحدد الاتجاه يحدد الرؤية يحدد الخطة وشرحنا كيف ندرب على ذلك دور اخر هو القدوة ان يكون صاحب قيم وان يمارس هذه القيم وان يضبط نفسه ويرتب حياته فيقتدوا به دور الثالث هو دور التغيير كيف يمارس تغيير منظمته وكيف يبدع في هذا التغيير وشرحنا كيف نفعل ذلك نحن الان في الحديث عن التحفيز دور رابع رئيسي من ادوار القيادة التحفيز القائد الفعال يحفز من حوله هذا التحفيز بعض الناس يفهم التحفيز ان كلهم شوية كلام حلو امدحهم شوية التحفيز ليس هذا التحفيز اعمق من ذلك ووجدت ان لعل من افضل الطرق لشرح التحفيز الفعال هو من خلال القيادة الموقفية قيادة الموقفية نظرية من افضل النظريات في القيادة دعونا نستعرض انواع الانماط الاتباع وكيف نمارس التحفيز معهم النوع الاول او النمط الاول سميناه المبتدع هذا شخص في مهمة معينة الكفاءة عنده قليلة لكن الحماس عنده عالي لو اخذنا مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه خالد بن الوليد في قضية القتال الكفاءة عنده عالية والحماس عنده عالي فهو ليس من هذا النوع لكن مرة اخرى النمط ليس شخص هو شخص في مهمة طيب خالد بن الوليد في العلم الشرعي خالد بن الوليد في العلم الشرعي كفاءة ضعيفة يمكن متحمس بس كفاءة ضعيفة كان بحكم انه قائد للجيش يصلي اماما بالناس ويقرأ قصار السور مثل قل يا ايها الكافرون ويخطئ بها ويلتفت اليهم بعد الصلاة ويعتذر يقول شغلني الجهاد عن القرآن فاذا هو في هذا الجانب ضعيف طيب خالد بن الوليد في الدعوة الى الله عز وجل خالد بن الوليد ليس داعية خالد الوليد قائد عسكري تحمس يوم من الايام ان يمارس الدعوة وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم متحمس الان يريد ان يمارس الدعوة حتى ظل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ارسلني ادعو كل اخواني يدعوني الى الله الا انا فهنا من ناحية الحماس حماس عالي هل هو كفء في الدعوة لا ما هو مجاله لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الفرصة يرويها لنا البراء بن عازب رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى اهل اليمن يدعوهم الى الاسلام طبعا بناء على الحاح خالد يقول البراء فكنت في من سار معه فاقام عليهم ستة اشهر ستة شهور يدعو الى الله لا يجيبونه الى شيء ما في واحد اسلم ولا واحد اسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وامره اذا عاد ان اذا وصل يرجع خالد ومن معه في اليوم الاول من وصول علي بن ابي طالب يوم واحد يوم واحد فقط اسلمت كل قبيلة همدان في اليمن عجيب اذا خالد بن الوليد رضي الله عنه في القتال ليس مبتدئ لكنه في الدعوة مبتدئ طيب هذا الذي في الدعوة مبتدئ ما هي الخيارات امامي خيارات امامي خيارين الخيار الاول اني ادربه على الدعوة ارفع كفاة لكن هناك خيار اخر الخيار الاخر ان اغير المهمه الى مهمه يحسنها فما اخلي في المجال اللي هو ضعيف فيه فالمبتدئ امامي خيارين اما ارفع كفاة او اغير المهمه خلونا نرجع لنموذجنا مرة اخرى في نموذجنا النوع المبتدئ اذا كفاة قليلة لكن حماسة عالي اذا كفاة قليلة عندي حل اني ادربه فارفع كفاة وعندي حل اني اغير مهمته فينتقل من مبتدئ الى شيء اخر ننتقل الى النوع الثاني المتدرب المتدرب كفاة قليلة وحماسة ايضا قليل النوع الاول المبتدئ ماذا يحتاج ما يحتاج كلام حلو هو عنده حماس ما يحتاج كلام حلو ما يحتاج مكافآت هو يحتاج اما توجيه ماذا يفعل كيف يفعل اين يفعل ما هي الطرق اقعد على راسه وعلمه خطوة خطوة او اغير المهمة طيب المتدرب هذا اللي كفاة قليلة وحماسة قليل ماذا يحتاج يحتاج اني ارفع كفاة وارفع حماسة فيحتاج تشجيع ومكافآت ويحتاج ايضا علمه ماذا يفعل وكيف يفعل او اغير المهمة فيتغير نمطه ناخذ مثال على المتدرب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ان عبدالله بن الزبير رضي الله عنه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير ابوهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في في مزرعة سمونا في شراج الحرة منطقة في المدينة كان الزبير عنده مزرعة وبجانب هذا الانصاري وكان يأتيهم سيل ماء يسقون بها النخيل فقال الانصاري سرح الماء يمر ما القصة هنا القصة باختصار ان الماء اذا ما يرسيل في مكة في المدينة كان الماء يمر بمجرة هذا المجرة يمر على مزرعة الزبير اولا ثم ينتقل الى مزرعة الانصاري فالزبير رضي الله عنه عنده مزرعات تحتاج ماء فقام وعمل سد فح الماء صار كله في مزرعته ولا يأتي شيء للانصاري ولا شيء فزعل الانصاري وراح للزبير قال اسرح الماء يمر اترك الماء يمر فابى عليه الزبير فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن النبي يتصرف كمشير او كقاضي فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم القصة من الرجل وسمعها من الزبير قال للزبير اسقي يا زبير اسقي اسقي ثمارك ثم ارسل الماء الى جارك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عادل خذ ما تحتاج من الماء لا تحجز كل الماء واعطي الماء الى جارك فغضب الانصاري هذا فقال اذا ان كان ابن عمتك يعني انت هذا حكمك لان ابن عمتك زبير ابن عمت النبي صلى الله عليه وسلم ابن صفية ابن عبد المطلب فانت هذا حكمك لانك ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء شبرا حتى يرجع الى صاحبك الان صدر قرار تفصيلي قال في البداية نصيحة اسقي واعطي اللي يفيض فلما هذاك رفض الان حدد النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل طب هذا الشخص هذا الشخص محبط الانصاري محبط ولا يعرف ما هو الحل لهذه المشكلة ما في عنده قرار فلا كفاءة ولا حماس ومع ذلك غضب على النبي صلى الله عليه وسلم واسائل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا كفاءة ولا حماس يقول الزبير طبعا فعل الزبير ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله اني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك يعني في ذلك الرجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اذا هذا شخص لا كفاءة ولا حماس ويريد القرار على كيف ويريد ان تدار المسألة على كيف هذا ماذا نفعل به انه علم النبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه ما عاتب ما اذى علم وعطاه ما يحتاج انت تريد ما نعطيك ما وعلمه ما هو الحل في مثل هذه المسائل ولم يلتفت الى الاساءة هذا شخص يجب ان نصبر عليه ندرب بالتوجيه وايضا نحمسه نعطيه ما يشجع او نغير المهمة ناخذ النوع الثالث من انواع الاتباع في القيادة الموقفية واسميته المحبط المحبط هذا شخص كفاءة عالية لكنه حماسة ضعيف شخص عنده قدرة عالية عنده كفاءة عالية لكن فقد حماسة فقد حماسة لماذا قد يكون مال قد كان على منصب معين وراح عنا فاحبط واحببت ان اضرب مثلا بهذا بابي سفيان ابن حرب سيد مكة كان ذا مكانة كبيرة في قريش لكنه تأخر في اسلام جدا ما اسلم الا يوم الثمانية سنة الثمانية هجرية بعد الاسلام بواحد وعشرين سنة فالناس اخذوا منازلهم في الاسلام ومكانهم فشعر بالاحباط لانه لم يجد دورا يناسبه هو قائد كفو لكنه وصل الان الى جماعة منظمة فيها الاوائل من المسلمين فيها القادة كل واحد ما اخذ مكانه وليس له مكان يناسبه فرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ارضاءه لكنه محبط فتجدون ما له دور في الاسلام طيب هذا ماذا نفعل به اذا في امكانية نعطيه منصب نعطيه ليس خطأا لكن احيانا ما يتوفر هذا في هذه الحالة نحاول ان نغير له المهمة اذا اذا في وسيلة نشجع سنشجع سنعالج مشكلة الحماس اذا ما في وسيلة فعندها سنغير له المهمة ونعطيه مهمة هو متحمس لها اكثر النوع الاخير في نموذجنا سميته المتمكن وهذا شخص كفاة عالية في المهمة التي اوكلت له وحماسة عالي وضربت مثلا لذلك من السيرة النبوية في معاذ بن جبل رضي الله عنه في مهمة القضاء معاذ في القتال ما هو من البارزين لكن في القضاء ما شاء الله في القصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك القضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله يعني في القرآن ما في جواب على المسألة التي امامك قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا اجتهد ما يهمني ما اتردد فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب اذا حماس وكفاءة هو متحمس للقضاء وكفو عارف بالضبط ماذا يفعل حتى رضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا المتمكن كيف نعامله هذا الذي نفوضه هذا اللي نعطيه ونخليه يتصرف لا تفوضوا لا تعطوا مهمة لغير المتمكن لانه اما ضعيف في الكفاءة او ضعيف في الحماس اذا هذه النظرية من افضل النظريات ثبت نجاحها في ارض الواقع بشكل كبير وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا واضحة باختصار القيادة الموقفية تقول لا تقودوا جميع الناس باسلوب واحد القائد اللي عامل الجميع باسلوب واحد قائد فاشل القائد الفنان القائد اللي فاهم يعطي لصاحب الكفاءة والتمكن والحماس تفويضا هذا انسان متمكن اللي عنده مشكلة في الحماس ازيد جرعة التشجيع اللي عنده مشكلة في الكفاءة اعطيه توجيه اعطيه بالضبط ماذا يفعل او اغير مهامهم فاذا فهمتم هذا عرفتم معنى القيادة الموقفية وعلاقة القيادة الموقفية بالتحفيز لانها من افضل النظريات في هذه المسألة نكمل مهارات القيادة بعد الفاصل ان شاء الله هياكم الله ومرحبا بكم مع اسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن الادوار التي يقوم بها القائد وكيف ندرب عليها وفي هذا الجزء نتحدث عن التحفيز دعونا نرجع للنموذج وذكركم ان التحفيز له كفاءتين مهارتين كفاءة تحليل المواقف وندرب عليها من خلال القيادة الموقفية التي شرحتها لكم قبل الفاصل طبعا هذا شرح مختصر الكفاءة الثانية التي يحتاجها القائد هي التأثير في الناس فن التأثير في الناس وهذه التي سيمارسها من خلال مهارات رفع الولاء والتحفيز هناك مهارات عملية شرحتها في كتابي خماسية الولاء تشرح فنون رفع الولاء وفنون التحفيز والتأثير دعوني اتكلم شوي عن التأثير وبعدين راح انتقل الى الولاء النبي صلى الله عليه وسلم تأثيره في الناس كان خيالي لشدة تأثير النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ما استطاعت قريش ان توقفه الا ان تتهم بالسحر فيما يقوله ما كان ينفع فيه لقوته وصفه بالسحر وبالسجع والكهانة والشعر والتنجيم كل هذه الامور اتهموا فيها ولعل قصة طريفة ويرويها البخاري وغيره من السيرة تشرح لكم هذا التأثير للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة عدي ابن حاتم الطائي حاتم الطائي تعرفونه الكريم الكبير في العرب من اشهر كرماء العرب حتى اذا اراد الناس ان يضربوا مثلا بالعرب يقولن هذا اكرم من حاتم في الباب المبالغة فكان شديد الكرم فلما مات حاتم الطائي طائي من قبيلة الطي تولى قيادة قبيلة الطي ابنه عدي ابن حاتم عدي او عدي في رواية عدي ابن حاتم كان ملك كان يعامل كملك وهو فعلا كان ملك وقبيلة كلها خاضعة له وكانت قبيلة بعيدة عن المسلمين في شمال الجزيرة قريبة من الشام قريبة من حكم الرومان على الشام عند هرقل فهو بدأ يشوف الاسلام بدأ يتوسع بدأ يتوسع فعمل شيء خبيث جدا ماذا فعل ارسل الجواسيس على طريق اللي يأتي من المدينة المنورة قال اذا شفتوا الرايات السود رايات المسلمين نبي صعص المختار الراية السوداء حتى يجعل الناس تخاف فالرايات السود اذا شفتوها اخبروني ماذا يريد ان يفعل سنرى وفعلا جهز نفسه لما الجواسيس رأوا من بعيد رايات السود فورا جاءوا اليه الرجل بدل ما يستعد للقتال يعني يواجه المسلمين فعل شيء في منتهى السوء اخذ زوجته واولاده فقط حتى اختم اخذها وكان مجهز اغراضه وابله وامواله وركب عليها هو اولاده وزوجته وانصرف نحو هرقل ترك الشعب لا حاكم ترك الشعب لا رتب امورهم بس هم نفسه هم نفسه وجاء المسلمون اكتسحوا طيء واخذوهم اسرى جميعا من بين الاسرى كانت اخته لما وصلوا الى المدينة عملوهم معسكر عند المسجد النبوي فيشوفون المسلمين داخلين وخارجين وهذه كانت سياسة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن وهو يطلى في المسجد فهذه اخته بدت تتأثر بالاسلام في اليوم الاول لما مرت مر النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب المسجد هي جالسة كانت تريد ان تتكلم مترددة فأشر لها علي ابن ابي طالب قوم تكلمه فبدت تتكلم لا يا رسول الله وعز المعين وانا في مشكلة وكذا واخي تركني من اخوكي قالت عدي ابن حاتم قال الفار من الله ورسوله يفر مني لو جاءني لا اكرمته وما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في اليوم التالي كررت نفس الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم كرر نفس الكلام في اليوم الثالث كررت نفس الموقف كرر النبي نفس الكلام يعست في اليوم الرابع جاء النبي صلى الله عليه وسلم هي خلاص يعست فما قامت فأشر لها علي قومي فقامت وقالت نفس الكلام فقال لها اطلقها النبي صلى الله عليه وسلم انا اذا جاءنا سنكرمه فراحت الى هرقل والتقت مع اخيها وعاتبت عتاب شديد ثم قالت له والله جئتك من خير الناس من اكرم الناس من اورع الناس المهم ظلت تقنعه انه تعال قال ما اريد اسلم قالت لا تسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترط اسلامك بس تعال بدل ما انت جالس عبد عنده هرقل تعال انت كريم من كرماء العرب يكرمك شوفوا الان تحفيز بالكرامة تحفيز بالمكانة فجاء عدي ابن حاتم الى ان وصل الى المدينة المنورة قصة طويلة لكن هو يقول انا وضعت في رأسي شيء اريد ان اعرف هذا نبي ولا ملك يدعي انه هو يقول فلما انتهى من الصلاة اخذني بيده ومشينا نحو بيته في الطريق وعد عجوز جاءت فقالت يا رسول الله لي حاجة فامسكت النبي صلى الله عليه وسلم من يده واخذته الى قارعة الطريق وتركني انا ملك وهي عجوز فقيرة فقلت والله ما يفعل هذا ملك ما يفعل هذا الا نبي ثم انه اخذني الى البيت وعد بيته ما فيه اثاث ما فيه شيء حصير ووسادة واحدة فقط فارماها علي قال اجلس عليها فقلت لا اجلس عليها انت يا رسول الله فظل يرميها علي حتى اجبرني اجلس عليها وجلس هو على الارض قلت والله ما يفعل هذا ملك ما يفعل هذا الا نبي ثم بدأ يكلمني قال يا عدي الست على الركوسية عدي يقول بهلت الركوسية دين بين النصرانية واليهودية دين نادر انا كنت اتبنى هذا الدين امام الناس انا نصراني لكن حقيقتي انا على الركوسية اؤمن بهذه الركوسية فقلت بلى مش تغرب انا اولا كيف عرف الركوسية وهي دين نادر وكيف عرف اني في داخلي الركوسية ووالله ما اخبرت حتى اهلي ما يدرون اني على الركوسية ثم قال شوفوا الان ثم قال يا عدي الست تأخذ المرباع من قومك عند ضريبة اموال يأخذها من قومه يأخذ الربع ربع ارباحهم المرباع فقال نعم قال الست ترى ان هذا حرام في الركوسية انا قلت عجبت هذا والله ما يعرف هذا الا نبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله من يعرف هذا من يعرف اني انا قاعد امارس شيء انا اعرف انه حرام في ديني لما يعرف احد اي شيء عجيب هذا الشاهد في القصة ما بعد ذلك قال يا عدي ما اخرك عن الاسلام ما اخرك عن الاسلام لعلك قلت المسلمون في خوف فكيف اسلم وهما دائما عليهم هجوم وخوف والله لان طال بك العمر لترين الضعينة تخرج من الحيرة الى الحجاز لا تخشى الا الله الضعينة المرأة تسافر وحدها تسافر وحدها ما معها احد يقول لا اذا طال بك العمر سترى المرأة تسافر من منطقة الحيرة في العراق الى الحجاز ما تخاف الا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد رأيت ذلك بعيني عشت لما شفت على فكرة هذه يستشهد بها بعض العلماء مثل سادة الدكتور عبدالحليم ابو الشقة في كتابه العظيم تحرير المرأة في عصر الرسالة على جواز سفر المرأة بدون محرم اذا كان هناك امان على كل حال موضوع فقه ثم قال ما اخرك عن الاسلام يا عدي لعلك قلت المسلمين في ضعف وحراقل وكسرى يعني في عظمه لان طال بك العمر لترين قصور كسرى في يد المسلمين يقول ولقد عشت وكنت في الجيش الذي فتح المدائن واخذنا قصر كسرى انا كنت في الجيش نفسه ثم قال والله لان طال بك العمر لترين المال يفيض في يد المسلمين حتى يخرج الرجل يبحث عن من يأخذ صدقة زكاة فما يجد يقول وانا انتظر ذلك اليوم حدث هذا في زمن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى اذا ما هو التحفيز هنا التحفيز بأعلى درجات التحفيز التحفيز بالرؤية التحفيز بقضية التحفيز بالاقتناع بالمبدأ هذا اعلى درجات التحفيز ما رساه النبي صلى الله عليه وسلم زرع في قلب عدي هذا الايمان بالمستقبل المشرق فالايمان بقضية والايمان بمستقبل المشرق والايمان بالنصر والعزة هذا اعلى ما يحرك الناس اعلى من المال اعلى من كل شيء اخر لكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى الامور الاخرى حفز النبي صلى الله عليه وسلم بالالقاب استعمل الالقاب ابو عبيدة امين هذه الامة خالد الوليد سيف الله المسلول ابو بكر الصديق عمر الفاروق حنظلة غسيل الملائكة وغيرها 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 التحفيز بالمال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة بردة يعني مثل بشت مثل عباية فخمة جدا فقالت يا رسول الله اكسوك هذه فاخذها صلى الله عليه وسلم وهو محتاج اليها ما كان عنده بردة والبردة تستعمل في المقابلات الرسمية وغيرها وهو يقابل الوفود وشيوخ القبائل والرسل من الدول المختلفة فكان محتاج اليها فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما احسن هذه البردة فاكسنيها اعطنيها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم واخذ البردة وعطاها هذا الرجل فلما قام صلى الله عليه وسلم الصحابة الباقين بدأ يلوم هذا الرجل فقالوا ما احسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اخذها محتاجا اليها ثم تسأله اياها وقد عرفت اسمعوا هذا الشاهد في القصة وقد عرفت انه لا يسأل شيئا فيمنعه ما يطلب منه شيء الا يعطيه هذا تحفيز بالمال فبين هذا الصحابي لماذا فعل ذلك قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكفن لعلي اكفن فيها فقال نعم الرجل عبد الله يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي من الليل نعم الرجل لو كان يقوم الليل فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك بعد هذا الحديث لا ينام من الليل الا قليلا هذا يرويه البخاري قال ابن المبارك انبأنا عمر ابن محمد ابن زيد ان اباه اخبره ان عبد الله ابن عمر كان له مهراس يعني مثل حجر منقور يوضع فيه الماء للوضوع فيه ماء لما ينام حط جنبه فيقوم يتوضى ويصلي ما قدر له ثم يصير الى الفراش فيغفي اغفاء الطائر يعني نوم خفيف ثم يقوم فيتوضى ثم يصلي فيرجع الى فراشه فيغفي اغفاء الطائر ثم يثب فيتوضى فيصلي يفعل ذلك في كل ليلة اربع مرات او خمس مرات هذا يرويه ابن سعد في الاصابة ابن حجر في الاصابة في معرفة الصحارة اذا ما الذي حرك ابن عمر ان يكون كذلك العتاب نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كل طرق التحفيز فعرفنا ان التحفيز من مهارات القيادة الرئيسية وعرفنا كيف نمارسها في ارض الواقع لعلكم مستفيدين معنا في اسرار القيادة النووية دعونا نختم هذه الحلقة بسؤال الحلقة السؤال يقول المعظم القادة لا يمارسون القيادة الموقفية التي شرحناها لماذا سبب الاول لانهم لا يعرفونها السبب الثاني لانها صعبة في التطبيق السبب الثالث لسرعة التغيرات حوالينا فيصعب تطبيق نظرية واحدة او طريقة واحدة تحاوروا في هذا وسأعطيكم رأيي ان شاء الله على الفيسبوك بموقع اسرار القيادة النووية بعد ثلاث ايام ان شاء الله نختم حديثنا بقولة لأحد علماء المسلمين العظماء ابو حاتم ابن حبان يقول لا يستحق احد الرياسة حتى يكون فيه ثلاثة اشياء العقل والعلم والمنطق ويتخلص من ستة ستة اشياء الحدة يعني سرعة الغضب والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشاورة يعني يشاور ويلزم في سياسته الرفق في الامور والصبر على الاشياء وطول الصمت يعني ما يتكلم بسرعة يفهم ماذا يجري حوله قبل ان يتكلم هكذا يصف القائد الفعال ان شاء الله تكونوا مستمتعين مع اسرار القيادة النبوية وبالذات التطبيقات من السيرة على نماذج القيادة نلتقي في مزيد من مهارات القيادة وكيف نطبقها في ارض الواقع مع تطبيقات السيرة عليها في لقائنا القادم باذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله